أقرت الأمام المتحدة عبر اليونيسكو الرابع والعشرين من يناير يوما للتعليم احتفاء بالدول الذي يطلع به في تحقيق السلام والتنمية وحثا للمجتمعات على الانطلاق صوب المستقبل بخطة واثقة قائمة على العلم مثل هذا اليوم العالمي تحتفل به المدارس والطلاب والأسادذة في أنحاء العالم ويعد من أهم أيام النشأ الذي يحدد العلاقة المستقبلية بين الجيل والبلد وفي يوم التعليم العالمي يظهر أن اليمن خرجت من إطار اعتبار المدارس والمناهج طريقا للسلام أو التنمية نتيجة نهش الجماعات الإسلاموية للمناهج وفرض ألوانها وطائفيتها عليها وتفخيخ عقول النشأ بما قد يجعل من الأطفال آلة حربية تتلقى تعليمها الأولي على إتخامها ببطولات شخصية من ورق تسببت في دمار اليمن وإهلاك الحرث والنسل وسنوات طوال من الحرب ميليشية الحوثي الإرهابية صاحبة أكبر نصيب في هذا العبث المتعمد والذي نالت بذلك إدانات محلية واسعة ودولية تدخل الحوثيين في قائمة الإرهاب فمشكلة المناهج وتحويل المدارس إلى مراكز تأهل عسكرية مشكلة سترافق اليمن لثلاثين عاما مقبلة كما ترى دراسة مختصة تقارير دولية قالت بأن التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين هو أحد أكثر المناهج الدراسية المثيرة للقلق في مناطق الشرق الأوسط حيث تنشر الكتب المدرسية ثقافة الكراهية وتمجيد العنف كحل وحيد لحل النزاع كما أن الحوثيين يعلمون الأطفال أن يضحون بحياتهم بما يتعارض مع معايير السلام والتسامح التقارير الدولية أكدت بأن الحوثيين جعلوا من نظام التعليم في مناطق سيطرتهم في اليمن المعادل النعم للحرب على الأرض التي يخوضونها وحولوا هذه المناهج الدراسية إلى وسيلة لنشر القيم والثقافات والأفكار السياسية الإيرانية التي يتبنونها هذا وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية منذ بداية النزاع في اليمن سنة 2015 خلفت آثارا مدمرة على النظام التعليمي في البلد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم فما يزال حوالي مليوني طفل خارج المدارس وأن تضرر المدارس وإغلاقها يهددان فرص الأطفال في الحصول على التعلم مما يجعلهم أرضة لمخاوف كبيرة فيما يتعلق بحمايتهم